نروح للأهلي لأهلي عندنا أخبار كتير وهنروح زي ما قلت لحضراتكم مش بس الأخبار لنادي الأهلي لكن هنروح لتمرينة الأهلي النهاردة بعد راحة مبارح لمدة 24 ساعة وعودة النهاردة للتدريبات يمكن هتبدأ في خلال دقايق خلينا نشوف الأهلي نيوز روم معنا أي النهاردة الأهلي والترجي واحد أنت بتكلم على واحد من أهم دربيات الكرة مش بس في شمال أفريقي لكن على مستوى القارة الناديين دول تحديدا تاريخ كبير جدا من المواجهات واحدة من أكتر المواجهات الشعبية على مستوى القارة أهلي ترجي ترجي أهلي وبيننا وبين بعض جوالات كتيرة جدا 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 وخليني أعترف معاكم واتفق في نفس الوقت أنه ذكرياتنا حلوة مع الترجي ما بحبش فكرة الكعب العالي وما بحبش فكرة التاريخ ولا المواجهات السابقة بنستعرضها من باب إن إحنا نقدم للجمهور اللي ما حضرش أو ما شافش أو ما عرفش حج المواجهات أو تاريخ المواجهات بين الناديين في جيل جديد ما يعرفش أو ما شافش مثلا الأهلي والترجي في الساد المنزة 2001 وهدف سيد عبدالحفيز الشهير ممكن كمان يكونوا ناس ما حضروش النهاء التاريخي اللي كان في تونس الأهلي والترجي 2-1 هدفين طبعا لا ينسوا حقيقة لجده والوليد سليمان في ظروف كانت قصية جدا جدا تكامل على 2012 كان نشاط الكرة في مصر تقريبا متوقف الأهلي ما بيلعبش بطولات محلية وما خطش غير المسابعة الأفريقية وقدر يتوج في ظل الظروف الصعبة دي ببطولة دوري الأبطال فهي بطولة نسخة خاصة جدا لها ذكرات كتيرة جدا عندنا وذكريات كتير وحتى منها القريب مع موسيماني فوز ذهاب وعودة مع مارسل كولر فوز ذهاب وعودة فبالتالي الفترة الأخيرة الحقيقة عموما يعني ذكريات الأهلي مع الترجي أعتقد أنها فعل حسن بالنسبة لنا إن شاء الله لكن المواجهة اللي جاية ملاحش علاقة بداء على الإطلاق لأنه زي ما كلمتكم مبارح الترجي عنده لأول مرة من سنين طويلة جدا نمرة واحد أنت كجمهور وكلعيبة وكجهاز فني وكأدارة متعود إنه آه عادي إحنا في نهاية دولة الأبطال كل سنة إحنا في نهاية دولة الأبطال إحنا الأقرب دائما لتحيي اللقاء وفي ظل الظروف طبيعية كان ممكن لأربع نهاية اللي أنت وصلت لهم في الأربع مواسم الأخيرة يبقوا أربع ألقاب للنادي الأهلي لو الظروف طبيعية يعني لو ما فيش لعبة من تحت الترابيزة يعني كان ممكن جدا الأربع ألقاب دول يبقوا في خزنة تودولات بطولات النادي الأهلي النهاردة ولكن الترجي بيوصل للنهائي زي ما بنقول كده باللغة العامية بعد شوق يعني بقلو سنين طويلة جدا مقدرش ينجح حتى في الوصول مش يتوج باللقب مقدرش يوصل للمباراة النهائية فبالتالي هي بالنسبة له فرصة قد قد لا تتكرر على الأقل في القريب يعني على الأقل وخصوصا خلينا متفقين طبعا هو عمل مشوارة السنائي في النسخة دي وقدر يتخطع عقبة سانداونز وده يخليك تبص للترجي برضو بشكل مختلف على عكس طبعا أنا هاجي الحط للجزئية دي لأنه الأهلي من السانداونز لكن في النهاية لازم تدي الترجي حق فرق عندها دوافع كبيرة جدا هتتمسك بفرصتها لأقصى مدى اللعيبة عارفة أن تتوجهم ببطولة دوري أبطال هو هيكون الإنجاز الأعظم للفريق على مدار يمكن خمس أو ستة أو سبع سنين فاتوا فبالتالي دوافع الترجي كبير والحقيقة أرقام الترجي في النسخة دي من دوري الأبطال لازم تقلقك شوية إحنا ما استعرضنا مبارح مشوار الترجي في بطولة دوري الأبطال هتجد أنه فريق الحقيقة يمكن يبان معندوش الشخصية الهجومية مش شرس هجوميا مش فريق زي سانداونز أو فريق زي سينبا أو فريق زي مازينبي أو فريق زي يونج أفريكيز حتى أو حتى أسك حقيقة أسك كمان ظهر في البطولة دي بشكل كويس جدا مش هو النسخة اللي تقولك الفريق ده تعمله حساب لكنه الحقيقة فريق منضبط تيكتيكيا بشكل ولا أروع وأرقامه كلها بتترجم ده يعني لما تيجي تشوف عدد الأهداف اللي سجلها عدد الفرص اللي صنعها فرص المؤكدة عدد الأهداف اللي استقبلتها شباكه هتجد أنه فريق خطير فريق منضبط تيكتيكيا صعب جدا اختراق دفعاته فريق ما استقبلش غير ثلاث أهداف فقط لغير في مشوار البطولة وقدر أنه يسجل عشر أهداف وقدر أنه يتغلب على فريق بحجم سانداونز زهابا وآيابا بنتيجة 1-0 فبالتالي الترجي السانادي غير والدوافع غير لكن الرهان الحقيقة عليه هو الحالة اللي ظهر عليها الأهلي مع مرس الكولر في الفترة الأخيرة الأربع لقاءات وبصرف النظر عن النتائج النتائج مش هتغدعني على الإطلاق يعني صحيح كسدنا الأربع مطشاط وصحيح فيه مطشاط قدمنا فيها عروض في منطقة القوة وحق أنا فيها سكور مكسب بالأربعة ومكسب بالتلاتة وإلى آخره لكن في النهاية شكل الأهلي فورمة الأهلي أعتقد أنها قربت بشكل كبير جدا من شخصية الأهلي قبل التوقف بتاع أمم أفريقي فاكريني الأهلي في كاس العالم الأهلي قدام للاتحاد والأهلي قدام حتى فلاومينينزي والأهلي في الدور قبل النهاية أمام أوراوالدز فريق كان وقف على رجليه وبيقدم معزوفة كروية ولا أروعة بشوف أنه كولر في الفترة الأخيرة قدر يوصل مع الأهلي للفورمة دي وكمان عودة المصابين اللي خلت النهاردة ما عندكش ألأ من غياب أي اسم أي اسم مهما كان حجمه وتأثيره هو طبعا ده العادي في الأهلي لكن في الفترة دي الحمد لله سكواد الأهلي بخير وهنتطمن كمان على الأسماء اللي ممكن تكون بعيدة شوية بسبب الإصابة أهمهم من وجهة نظري واللي كان مفتاح مهم جدا للأهلي في الفترة الأخيرة أحمد عبدالقادر عودة ياسر إبراهيم مدى جهزيته نتطمن على عمر السلية كل ده يكون في تمرينة النهاردة نهاردة زي ما قلتلكم كولر هيبدأ تمريني يمكن كمان دقايق الفترة الأخيرة حسب تصريحات مارسل كولر كان بيتكلم على دراسة الترجي اللي هيركز فيها بشكل كبير جدا على سيناريوهات لقاء الأهلي الترجي وساندونز زهابا وآيابا ومباراته الأخيرة قدام النجم السحالي شكرا